تولي مملكة البحرين المزيد من المكتسبات الإصلاحية والحقوقية إنجاز تاريخي يضاف لحزمة إنجازات حكومة مملكة البحرين ومؤسساتها التي اتخذت صون وحماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية في عملها خدمة للوطن والمواطن وما هذه الإشادات الدولية والفوز التاريخي واعتماد مراجعة البحرين الشاملة في مجلس حقوق الإنسان إلا نتيجة منطقية لسنوات طويلة كرستها البحرين لبناء صرحها القانوني الرصين وتدعيم منظومتها القانونية والتشريعية ونشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان وسبل حمايتها وتعزيزها وإيجاد صفوف وطنية واعية بحقوقها ووجباتها ومسؤولياتها تجاه قضاياها المجتمعية والوطنية وتدعيم روابطها التعليمية والإدارية الرصينة ففي الجامعة الوطنية بالمملكة أدرجت مادة تعليمية إلزامية حول حقوق الإنسان يدرسها جميع طلبة الجامعة علاوة على المواد العلمية التأسيسية التي يتلقاها الطلبة في مراحلهم الأولى بالمدرسة إضافة لما يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية من خلاصة العلم على يد أفضل الأكاديميين والخبراء والناشطين وهو ما أسس وقوى موقف التعاون والتفاعل من قبل مؤسسات الدولة المعنية والمنظومة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والشورى والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني التي تأخذ على عتيقها جعل المواطن يعيش في دائرة ثقافة المحافظة على حقوق الإنسان وهو ما ناتج عنه انخفاض معدلات الجريمة وتعزيز دور القضاء لضمان توفير المحاكمة العادلة وتنمية الفرد سياسيا لممارسة حقه بالانتخاب والترشح والعمل الأهلي في الجمعيات والمراكز هذا الانفتاح الكبير في الحريات والحقوق والممارسة العملية لها ولد رقابة من نوع آخر على ممارسات الجهات الرسمية فيما يتعلق بتقديم الخدمات وحقوق المواطنين فجميع الجهات الحقوقية والناشطة بمجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان باتت تقدم آراءها ومقترحاتها لتفعيل وتعزيز دور الحكومة لضمان حماية وتعزيز حقوق المواطني والمقيم وهو ما سعت الحكومة لتنفيذه ففي السنوات العشر الماضية شهدت البحرين انتقالة نوعية في رفع كفاءة مؤسساتها لتقديم الحقوق العامة لمواطنيها على أكمل وجه فقد أنجزت الحكومة خمس مدن إسكانية جديدة ضخمة ووفرت عشرات الآلاف من الوحدات الإسكانية لمواطنيها لضمان توفير حقهم بالسكن الملائم كما قامت البحرين بتعزيز القطاع التعليمي عن طريق إنشاء المدارس والمعاهد والروافد التعليمية في مختلف محافظات المملكة على أسس علمية تضمن الحصول على مخرجات تعليمية لأبناء الوطن وحفظ حقهم بالتعليم وكانت البحرين قد طورت القطاع الصحي بالمملكة بشكل ملفت فقد أسست عددا من المستشفيات المتقدمة وقامت بتطوير كوادرها الطبية وتعزيزها بالخبرات والكفاءات الوطنية والعالمية وعلى الجانب الآخر كانت المنظومة القانونية قد وفرت للمواطن حقه المحفوظ لممارسة العمل السياسي بحرية تامة دون أي معوقات بل أوجدت له القنوات التشريعية الملائمة للتظاهر السلمي والتعبير عن الآراء والحريات وقد دعمت ذلك بقوانين الحرية الصحفية والإعلامية والتعبير عن الرأي من خلال رفض القطاع الإعلامي وإنشاء الصحف والمجلات والقنوات الإعلامية المختلفة التي لطالما تميزت بها البحرين عن غيرها من دول المنطقة اشتركوا في القناة